هيلو تو ميكرز بعد أن شاركت معكم في الفيديوهات السابقة حول تو ماركت خلال الثلاث أيام الماضية تقنية لعب دروب تو ميتو وكذلك شاركت معكم طريقة الحصول على النجوم لترقية الرتبة إلى أعلى درجة ممكنة والالتزام بالشروط واستوفائها وتجدون روابط الفيديوهات في أول تعليق متبت وفي هذا الفيديو جاء الضور على آخر مهمة لدينا في هذه الشروط وهي إنشاء محفظة بيت جيت وربط حساب تو ماركت بها كما هو مشروط داخل البوت لتأهل الاردروب وإذا كانت هناك أي تحديثات جديدة حول ربط الحساب بأي محفظة أخرى كمحفظة باينلس فسنقوم بقطع الاتصال بهذه المحفظة وربط البوت بالمحفظة التي تناسبنا وسنقوم بذلك في فيديو حينئذ لكن الآن محفظة بيت جيت هي شرط من الشروط لذا وجب علينا جميعا ربطها ببيت جيت فقط إخواني أخواتي لذا التزموا بهذا الشرط وأي تعديل سأشاركه معكم في الفيديوهات القادمة فإن لم تكن مشارك في القناة فقد لا تصلك فيديوهاتي في المرة القادمة وبذلك ربما قد تفوت عليك الكثير من الاستفادة إذن أول شيء يجب علينا القيام به هو التهاب لتحمل تطبيق محفظة بيت جيت وركزوا هنا نتكلم عن المحفظة وليس عن المنصة إذن نخرج من هنا ونذهب مباشرة إلى الأب ستور أو البلاي ستور بالنسبة للجهازين الآيفون والأندرويد بعدما ضغطنا على أب ستور سنتجي مباشرة إلى خانة البحث ونكتب بهذا الشكل بيت جيت والت بيت جيت والت سنضغط على تطبيق بيت جيت والت بهذا الشكل ونقوم بتحميل المحفظة وبعد ذلك سنقوم بإنشاء المحفظة وربطها بحساب تو ماركت إذن نضغط على جيت بهذا الشكل بعد ذلك نضغط على انستال كما تشاهدون إذن كل ما علينا فعله الآن هو أن ننتظر أن تتحمل معنا ثم نعود لإكمال المهمة بعد أن تحمل معنا تطبيق محفظة بيت جيت سنضغط على فتح بهذا الشكل وننتظر أن تتحمل معنا وجهات المحفظة الآن نضغط على قبول لكي تصل لنا الرسائل في حالة وصول الأرباح من الأيردروب أو أي سحب آخر وبعد ذلك سندغط على create wallet أو إنشاء المحفظة بالعربية بعد ذلك إخواني أخواتي نضغط على أوافق على شرط الاستخدام ثم رقمنا السري سنضع رقمنا السري هنا سأكتب رقم السري بهذا الشكل وسنمر تلقائيا لتأكيد الرقم السري بعد ذلك سنعمل تأكيد على الباسورد الذي قمنا بإدخاله كما تشاهدون تظهر معنا هذه الواجهة والآن محفظتنا قيد السيانة لتكون رهن إشارتنا خلال تواني فقط كما تشاهدون هنا إخواني أخواتي إذن محفظتنا الآن جاهزة هنا ننتظر فقط أن تتحملها بشكل جيد بعد ذلك كما تشاهدون قمنا بإنشاء المحفظة بنجاح كما ترون أمامكم الآن بعد أن قمنا بإنشاء المحفظة سنتجي مباشرة إلى هذه الخانة لنقوم بتوتيق الحساب بالكلمات وكذلك بجوجل أوتونتيكيشن بعد ذلك وهي أمور أساسية لضمن وصول أرباحك للمحفظة لذلك إخواني أخواتي ركزوا على إتمام هذه الخطوتين قبل القيام بربط حسابكم في تو ماركت بمحفظة بيتجيت بعد أن نقوم بتفعيل هذه الخانة إذا لم تكن مفعالة إذن نضغط على backup mnemonics بهذا الشكل إخواني الآن نقوم بكتابة الكود الخاص بالمحفظة الذي قمنا بإدخاله قبل قليل وبعد ذلك تظهرنا هذه الكلمات التي تسوي رصدك في بيتجيت فبضيعها لن تستطيع استرجاع المحفظة أو الرصد الموجود فيها في القادم لذا ستأخذ ورقة وقلم ونقوم بكتابتها كاملة مع الأرقام التي عليها لأننا سنحتاجها في قادم الأيام إخواني أخواتي لهذا سنكتبها في ورقة أفضل شيء لا تعتمدوا على سكرينات فقط أكتبها على ورقة وخبيها في مكان آمن كما تشاهدون هنا يجب علينا إدخال بعض الكلمات منها رقم سبعة ثم رقم ستة ثم رقم اثنان إذن بما أنني كتبتها في ورقة سأختار أنا رقم سبعة وبعد ذلك سأختار رقم ستة هنا كما تشاهدون وبعد ذلك سأختار رقم اثنان بهذا الشكل إن لم تكن صحيحة فلا يمكنك الشيء في هذه المرحلة إخواني أخواتي فلذلك حاولوا أن تكتبوها كاملة في ورقة وحافظوا عليها في مكان آمن إذن بهذه الطريقة بعدما حصلت عليها سأضغط على تأكيد بعد ذلك إخواني ننتظر أن تتحمل معنا هذه الصفحة إذن بهذه الطريقة إخواني أخواتي أصبحت المحفظة جاهزة فكل ما يتبقى علينا فعله قبل أن نقوم بربط حساب تو ماركت بهذه المحفظة هو ربط جوجل اوتونتيكيتر إذن سنتوجه مباشرة إلى هنا هذه الخانة My Wallet سندغط عليها بهذا الشكل ثم نضغط على Management هنا بعد ذلك سندغط على هذا القلم الذي يوجد جانب My Wallet إذن سندغط عليه بهذا الشكل وفي هذه الواجهة كما تشاهدون لدينا هنا جوجل اوتونتيكيتر غير مربط كما هو مكتوب الإنجليزية Unbound سنقوم بربطه الآن إذا لم تكن محمل جوجل اوتونتيكيتر فيمكنك ذلك من هنا أما إذا كان لديك تطبيق موجود في جهازك كحالة مثلا فقط تضغط على Next أو متابعة إذن بعدما ضغطنا على Next سنأخذ هذا الكود الموجود هنا سنعمل له قطع بهذه الطريقة كما تشاهدون وبعد ذلك سنقوم بلسقه في جوجل اوتونتيكيتر شاهدوا معي الطريقة كيف سنقوم بلسقه والحصول على الكود الذي يجب إدخله هنا لإتمام المهمة إذن نعمل له قطع بهذه الطريقة بعد ذلك نضغط على Next وبعدما ضغطنا على Next سنتوجه مباشرة إلى جوجل اوتونتيكيتر لنقوم بلسق هذا الكود الذي لدينا نضغط عليه بهذا الشكل وبعد ذلك سنضغط على هذه الخانة الزائد الموجودة في الأسفل هنا وسنقوم بالضغط على وضع المفتاح سنقوم بإدخال المفتاح أو الكود الجديد إذن سنكتب في العنوان BitGet بهذا الشكل في هذه الخانة لكي نتذكرها سنكتبها بهذه الطريقة BitGet وبعد ذلك سنضغط هنا ونقوم بلسق المفتاح أو الكود وإدخله هنا بعدها سنترك هذه الخانة كما هي ونضغط على Add أو إضافة بعد ذلك كما تشاهدون لدينا كود Binance بما أن نرابط كذلك Binance مع جوجل اوتونتيكيتر وكذلك لدينا كود BitGet إذن سنقوم بكتابة الكود الذي يظهر تحت BitGet بهذا الشكل إخواني أخواتي في أسرع وقت ممكن لأنه يتغير كل عشرين ثانية نعود إلى تطبيق محفظة BitGet بعد ذلك ونكتب الكود بسرعة 518783 وبعد ذلك نضغط على Bind كما تشاهدون أو رابط بهذا الشكل إخواني أخواتي نربط محفظتنا في BitGet مع جوجل اوتونتيكيتر لكي لا نفقد حسابنا وكذلك لكي يكون موثق بشكل رسمي وبهذه الطريقة إخواني الآن أصبح جوجل اوتونتيكيتر مربوط مع محفظتنا في BitGet بعدما قمنا بإنشاء المحفظة بنجاح إخواني أخواتي سنخرج من هنا مرة أخرى ونتجه مباشرة إلى تو ماركت إذن بعد أن دخلنا إلى تو ماركت سنتجه إلى خانة الاردروب نضغط عليها وبعد ذلك إخواني سوف نذهب إلى هذه الخانة ربط مع BitGet Wallet أو Connect to BitGet Wallet إذن سندغط عليها بهذا الشكل وبعد ذلك لدينا تحميل محفظة ولدينا ربط المحفظة إذن سندغط على ربط المحفظة بما أنه سبق وقمنا بتحميلها بعد ذلك سندغط على Yes أو نعم وبعدها سنتوجه بشكل تلقائي إلى هذه الواجهة التي هنا مكتوب تو ماركت كونكت كما تشاهدون هذه المعلومات الكاملة حول هذا الموضوع كل ما علينا فعله فقط إخواني أخواتي هو أن نضغط على Approve بهذا الشكل بصورة سريعة وهنا أصبحت محفظة الآن مربوطة بهذا الشكل بعد ذلك كما تشاهدون هذه هي واجهة الأيردروب كما تشاهدون إخواني أخواتي إذن حساب تو ماركت الآن أصبح مربوط بنجاح مع محفظة BitGet وبهذا الشكل إخواني أخواتي قمنا بإنجاز هذه المهمة وقمنا باجتياز هذا الشرط كذلك والآن سننتظر فقط استلام عملة طومة التي سيتم إدراجها بعد يومين من وقت سجلي لهذا الفيديو وفي حالة أي تطورات أو إحداثيات حول المحفظة إذا أضافت تو ماركت أي محفظة أخرى فبذلك سنقوم بفيديو الشرح وسنقوم بمشاركته معكم حول طريقة ربطه بتلك المحفظة لكن إلى حد الآن ربط حسابتنا ب BitGet هو شرط إجباري لضمان الأيردروب لهذا لا تخاطروا بحسابتكم إخواني أخواتي في حالة أضافوا أي محفظة وسمحوا لنا بذلك سأشارك معكم الطريقة إن شاء الله إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو أردت فقط أن أشارك معكم طريقة ربط حسابنا في تو ماركت بمحفظة BitGet بالطريقة الصحيحة لكي نضمن الحصول على أرباحنا فإذا كنت مهتم بإنجاز جميع المهام اليومية لأغلب البوتات المجربة الإحداثيات والتحديثات وحل جميع المشاكل كل ما عليك فعله سوى الاشتراك في القناة تفعيل زر جرس لايك وتعليق يحفزون على تقديم المحتوى المبسط والأفضل بين الجامع أرد على الجامع في إنستغرام وأحاول أن أحل معهم جميع المشاكل المتعلقة بمجال الميمكوينز خصوصا ورابط إنستغرام وجميع الصفحات في صندوق الوصف أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله إلى اللقاء